لماذا خشى أهل مدينة تايهارت الخروج لقتال المسلمين حتى لا يلقوا نفس المصير الذي لقاه من أهل المدن الأخرى وكانوا أشد منهم قوة وبأس خشى أهل تايهارت أن يلقوا المصير فماذا فعلوا؟ طبعا قرروا اعتصام داخل المدينة ومحاربة المسلمين من وراء الأسوار كيف استولى عقبة على مدينة تايهارت؟ هو لم يفعل شيء إنما حاصر المدينة بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع ما نتيجة هذا الحصار؟ طبعا نتيجة الحصار كما قلنا اضطر الملك لإعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضرائب كيف وجد عقبة مدينة تايهارت؟ وماذا سمع قبل أن يدخلها؟ وماذا أدرك حينها؟ وجد مدينة تايهارت مغلقة الأبواب وماذا سمع؟ سمع كما كنا منذ قليل الجنود يتهمسون من خلف الأسوار ويحذرون أنفسهم من حرب المسلمين وماذا أدرك حينها؟ أدرك أن الروم والبربر لن يستطيعوا مولاقات ومقابلة المسلمين مرة أخرى وأن الله كذف في قلوبهم الرعب شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن